حسب ما أشيع وانتشر مؤخراً الأمم المتحدة الفردي العراقي يستهلك 37 كيلوغراماً من الرز سنوياً عمي الله وكيلكم صاحبي بس صاحبي 30 ماعين باليوم على الغدى 30 ماعين تمّن وذا طلعنا المطعم يقل لش جيب لي الجدر كله الجدر كله جيب ليه عاقله صاحبي فهد فهد يقل ثمان ثلاثة ماعين باليوم وعده طبيعي جداً فبس هذا الولد يقل ثلاثة ماعين باليوم السبعة وثلاثةين كيلو من جبتوهين عمي المفروض ثلاثة وسبعين كيلو بيه مجال هنا العراقين ناكل احنا كالد احنا روح للجنوب اذا طبلهم واحد ضيف يذبحوا لموش اسمه قونيتين يسوهم الماتتمن على ضيف ماعاد الغنم والذبيح اللي راح يذبحوها خلي نشوف تعليقات الناس شنو كانت مصدقين مقتنعين ما مقتنعين خلي نشوف يقول حسام طاه زيدان العتبي حي الله حي الله بنعت بيقول هما جايين على بيه الزيدان وشايفين هم من ياكلون بيه الزيدان يقصد هما حسام طاه زيدان بيه الزيدان كان قاله الفرد العراقي يستهلك طن من الرز سنويا ليش اخويا حسام ليش اخويا حسام طاه زيدان طاه زيدان طاه 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 زيدان طاه 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 طيبين عمال الله الله بيبينا طاه يسمن رز رايز رفل الخفاجة تقول اعتقد الفلوس فلوسنا هسا خلي احنا نخسب الامم المتحدة اجياد باقية من العراق الفلوس فلوسنا بتجيب التمن تمنى والمعدة معدتنا شي طيب يعني يعني هذا هو رفل جابتها من الأخير رفل الخفاجي مش قيد باقية الامم المتحدة من العراق مش قيد بتجيب راحة فلوس تعليق اخر من حامد حسن يقول يعني امريكا امريكا ليش تتم شقد ياكل الفرد العراقي اعتقد هذا احد حساباته لضرب مجاعث الشعب هسا هو بعض يفسر لك ياقلك نظرية معمر بساني يعني ممكن اقولها اي عادي سوين مجاعبينه طبيعي سويها امريكا سويها بايدن والقبلة والقبلة اخر تعليق من علي يقول يعني انحلت مشاكل العالم وهي الامم المصخمة حاطين عينهم على بطون العراقيين والله يا علاه والله ما هادر شي يقولك شكرا